لنقاش قطع والفلاحة الذي أبانت الجلسات الوطنية للفلاحة أمسي عن اهتمام رسمي كبير به هل هذا الاهتمام يعني بداية النهوض بهذا القطع فعليا وعلى أرض الواقع بإجراءات تكون ملموسة وتعود بالنفع الاقتصاد الوطني أم هذا يدخل في إطار الترويج والتصريحات التي نسمع عنها دائما معي بيالأستوديو السيد محمد ريدا بنت الراع الأمين العام لنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة مرحبا بك شكرا كنت حاضر بالأمس في الجلسات الوطنية للفلاحة حتى تكلمنا في الكواليس عن أنه كان فيه اهتمام كبير كان فيه انزال وزاري والكثير من التصريحات الكثير ربما من القرارات الورشات التي كذلك فتحت ما هو تقييمك هل هذا يعد فعلا انطلاقة جديدة لقطع الفلاحة والمجال الفلاحي في الجزائر شكرا شكرا على الاستضافة أولا بسم الله الرحمن الرحيم فيما يخص جلسات الوطنية لوزارة الفلاحة فيما يخص السيادة الوطنية هذه الجلسات تعتبر تعتبر خطوة كبيرة للمستقبل الفلاحي لأننا الجلسات الوطنية من التسعينات من دلنا جلسة وطنية فيما خص طرح البنود وطرح الانتاج الفلاحي وأهمية وعلى مسؤولة الاقتصاد الجزائري نحن من 1994 جلسات هذه ما تكون نتش ولكن من 1994 في جلسات حتى اليوم حتى تداروا جلسات وطنية وبالك شكتوا الجلسات كانت عندها أهمية خاصة للحكومة وللفقمت رئيس الجمهورية للي كانت يعني عدد كبير من الوزارة ليحضروا في هذه الجلسات الوطنية والأهمية التي فيما يخص هذه الجلسات تعتبر من الخطوات الرائدة للقطاع الفلاحي لا بد لنا نعرف بالقطاع الفلاحي اليوم يجب أن يكون يعني قائد في القاطرة الاقتصاد الجزائري هو ثاني للمدخول الاقتصادي على المستوى الوطني اليد العاملة الانتاج الفلاحي التصدير نحو الخارج هذه كامل هذه الإزاسيز والجلسات الوطنية درستهم بعد ورشات طويلة لدرتها القطاع الفلاحي طيب هل هذا الحضور الوزاري لمختلف القطاعات يعني يعبر عن نية الدولة حقيقة في التشاركية في النهوض بهذا القطاع وضع أحدية الجانب لكنا دائما نتحدث عليها النهوض بقطاع الفلاحة لكن بمجهودات وزارة الفلاحة فقط تكلمنا في وقت سابق عن جهود لازم تكون مشتركة على اعتبار أنه قطاع الفلاحة لبقية القطاعات نعطي الصحة فيما يخص هذه النقطة التي أشرتها لأخي نعطينا شكرك عليها لابد علينا أن نعرف أن القطاع الفلاحي بالأهمية اقتصادية أنه عدها فكرة اشتراكية لكل قطاعات قطاع الصناعة قطاع التجارة قطاع السياحة هذه الدخول كل في إطار تطوير تطوير الاقتصاد الجزيرة وتطوير القطاع الفلاحي لابد علينا أن نعرف دروك بلي لابد علينا منتوج يعني وافير الحمد لله فيما يخص المنتوجات الفلاحية رانا ماشيين إلى التصدير إلى الخارج يعني بنوعية جيدة لابد علينا أن القطاعات الأخرى الشركاء التوعنا أنهم يتمشوا معنا في إطار النوعية في إطار فتح الاقتصاد العالمي اليوم ركشت الأهمية الكبيرة لأولى الحكومة الجزائرية لهذه الجلسات ويجب علينا اليوم وكل وزارة التشاركية معنا عرفوا بلي لابد علينا أن يكون أنيفوا على مستوى المستوى لهذه التطلعات الاقتصادية طيب عديد المسؤولين على رأسهم الوزير الأول أثاروا النقطة اللي دائما نتحدث عليها هي كذلك العقار الفلاحي الكثير ما زلنا يحتل اليوم نتحدثوا على مشاكل من هذا النوع في قطاع الفلاحة وكان فيه عديد المقترحات في هذا الإطار هل تعتقد بأنه بالإمكان استرجاع العقار الفلاحي بتلك الطريقة التي تم التحدث بها أو حولها بالأمس بكل بساطة إذا تكلمنا على مختلف العلاقين التي تكون في الواقع وأنت إطار في وزارك الفلاحة ويعني عندك ربما اطلاع كبير على هذه الملفات فيما يخص العقار الفلاحي نعرف جيدا أن الاقتصاد الفلاحي والسياسة الفلاحية تعتمد على موضوعين كبار وهم العقار الفلاحي والمورد المائي العقار الفلاحي الذي يتخذ فيه لأن الجزيرة تنقسم إلى ثلاث أقسام لدينا منطقة الشمالية لدينا منطقة الهضاب العليا ومنطقة الجنوبية كل واحد عدها الخصوصية الخاصة بالعقار العقار الفلاحي تعرف لي الاستراتيجية تعلق الفلاحة نوصل مع البرنامج الرئيس أنه في 2019 يكون عدنا مليونين هكتار مسقي اليوم عدنا فيما يخص العقار الفلاحي استرجاع العقار هو بند صعيب بالبزاف لأنه يلعب فيه ميكانيزمات جديدة فيه فيه قوانين مركزية وليمترتكز عليها الدولة فيما يخص استرجاع الأراضي وقانون توجيه الفلاحي ولكن كان مشكلة أن في القاعدة أن كل ولاية عدها خصوصية خاصة خصوصا فيما يتعلق بالعقلية سكانها في المنطقة لتكلم عليها رئيس الحكومة فيما يخص الأراضي العرش أراضي العرش كان مشكلة فيما يخص مناطق الهضاب العليا والسحاري أنها منطقة رعوية مناطق رعوية أن الناس اللي يصرحوا فيها يقول لك ودينا الأرض هذه مدابينا تبقى لنا فيما يخص الفلاح واليوم العرش لا بدأ لنا نخم أو ميكانيزم جديد كيف تقنع هذا الناس باللي لا بدأ لنا اليوم نشر مرحلة جديدة الاقتصاد هذا الفلاحي ولكن يلعب فيها الضور اليوم الغرف الفلاحية ولا اللي رام كوناه في أواخر هذه السنة فيما يخص المشاركة المهنيين على المستوى الميدان لا بدأ لنا نستعرف باللي الذهنيات كل هذه الأمور تصطدم يعني بالسياسة اللي راه تنتهجها اليوم الأرض لمن يخدمها هذا هو احنا رانا راجعين دروك خاتش عنا عدنا دي بيريمات عدنا مناطق كبيرة شاسعة لكي أن الناس تسفدوا منها ولكن معنية ما خدموش في الأرض الواقع لا بد علينا أنه يكون قوانين ردعية أن الإنسان اللي ما يخدم يعطون الناس الخرار بما أنه الدور كبير يقع هنا على عتق الرؤساء الغرف الفلاحية نتحدث كذلك دائما عن تكوين البشري هذا الشيء مهم جدا أعتقد على رأس هذه الهيئات اللي تكون يعني يكون نشاطها محلي وقريب من القاعدة اللي هي المستفيدين أو الفلاحين إلى غير ذلك إلى أي مدى هذا الشيء مهم في النهوض كذلك بقطاع الفلاحة والله شكرا نشكرك على هذا البونت بالذات لأن لابد علينا نعرفه بالقطاع الفلاحي هو قطاع قطاع حساس واليوم كان القطاع الفلاحي كان كقطاع خاص به وليوم رأيها دخلت معنا الوزارة السابقة للسيد البحر اليوم رأيها مديرية تبع الوزارة الفلاحة نعرف بلي جيدا أن الوغاني وزارة فلاحة قاعد مدة ستينة للسبعينات لابد علينا أن يكون رؤية جديدة أن تكون الإطار الفلاحي على حسب المتطلبات اقتصاد الجزائري ذوك الاقتصاد السوق لابد علينا أن يكون الإطار رئيس مقاطعة ولا من دبل الفلاحي لابد عليها أن يكون تثمين هذه الإطارات لا تنجم تتمشى برنامج وطني برنامج مستقبلي دون تكوين الإطارات وتحفيز هذه الإطارات على المستوى الميدان ونقول لكم كما يكون تغيير دهني وتغيير فيما يخص الهيكالة وزارة فلاحة وإعطاؤها النفس جديد وإعطاؤها الأمكانية اللازمة لا نجم بها الطريقة ندير الفتح الحوار ولكن العنصر البشري هام جدا فيما يخص هذه البرنج الاقتصادية سؤال أخير إذا سمحوا لي يا زملاء لأن الوقت دهمنا يتعلق بمختلف المنتوجات لنسمع عليها كل مرة تتعلق بفساد منتوج في منطقة معينة ونقص في المنتوج المعين في منطقة أخرى هل أثير في هذه الجلسات وأعتقد أنه هو من بين المشاكل المطروحة في الفترة الأخيرة صح هذه فيما يخص بعض الجلسات كانوا تاني ورشات قبلها خرجوا بعض التوصيات وتوصيات ذكرت فيما يخص هذا الإنتاج زائد في الإنتاج يبدأ لنا اليوم أنه يكون تقنين للمناطق تكون مناطق هذه المنتوجات بينها واضحة والكمية والفلاحين يسيب لهم فيما يخص هذه المنتوجات شكرا جزيلا لك سيد محمد رضا بن طراء الأمين العام لنقبة الوطنية